الغزالة ديالي السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير على خير وبصحة جيدة مني لكم اجمل تحية المتتبعين الاوفية القناة وتحية كبيرة المشاهدين والاصدقاء الجدود اللي كانت مننا دائما انضموا القناة وشاركونا بتجاعتهم وتعليقاتهم وكانت مننا التوفيق الجميع بالنسبة الرشيما كيفما لاحطوا رشيما خفيفة ممكن تيا يعني تعمل لي منها عدد كتير من بعد غدي نقول لكم كيفاش مهم بالنسبة العقيق كذلك كان الضري كان الغوز او الوردي مهم بالنسبة الخديمة عادي تلاحظوا ان شاء الله خديمة سهلة خاصة المبتدئات اللي كانت مننا لهم دائما يعني شوية الصبر وشوية الاتقان وان شاء الله امور دي لهم غتي تكون تمام بالنسبة للخديمة الرشيما ممكن تخدميها على جلبة ديك بهالطريقة اللي هي اوفقية اولى عمودية عمودية بالنسبة القفتان يعني اولى جلبة يعني ممكن تخدميها حتى الاسفل يعني ما انتي كتلعبي بالرشيما كيف ما بغيتي اما الى كان متلا جلبة عن السطوق ممكن تدور عليها رشيما اولى هاد السواقة يعني كتدور هاكده على الصدر بجانب صفيفة بالنسبة للرشيما يلا كانت بغيتي تخدميها اوفقيا يعني ممكن تكتفي بهذا القدر ديال هاد السوقا كده يعني تكون فيها جياء وفاجيها وتكون اوفقيا ممكن تزيدي جوج خرين يعني حسب الحجم دي الصدر بنسبة الالوان اللي اختارت اه في البداية صارحة ما كنتش عارفة اشنو غادي نخدم لذلك اه حتيت حديها هذا اللون الوردي واللون الدهبي باش من بعد نشوف واش ممكن انني يعني نمزج ببناتهم او لا انكتفي بلون واحد فقط فانا كنخدم وفنفس الوقت كنفكر وغالبا الاعمال ديالي تكونوا بهذا الطريقة يعني ما كتطحش لي الفكرة في ديال اللحظة يعني كنحط طرز ما كنحط المواد اللي غادي نخدم بهم ولا العقيق ولا الطرز ولا اي حاجة وفي الفترة فاش تنخدم وانا كندير يعني كيكون تصوير اه كيطيحوا لي الافكار في ديال اللحظة عموما الحمد لله تكونوا الافكار مقبولين وكانت منها كذلك هاد رجيمة تعجبكم وحاولوا تطبقوها اه على اه لموضيل ديالكم يعني بطريقتكم الخاصة فبالنسبة لهذا الرجيمة صراحة خديتها من النيت ضفت عليها اضافة بسيطة اه بهدف انني بتنوصلكم احلى الفكرة فمثلا اه كان لاحظ خاصة هذا العام والعام اللي فات والعام اللي قبل منه يعني اه كانوا اه شي رشيمة يعني اقلال ولكن كانوا اه يعني موجودين بقطرة عند اه الناس وعند الزبونات وعني كل شي كيطلبوهم وكل شي بغوهم المشكل لكين انه كتاخذي رشمة وكتطبقيها كما هي هنا في كين مشكل يعني كتطبقي يعني كتاخذي عند فلانة ولا شفتي عند فلانة كتاخذيها كما هي بنفس اللون بنفس طريقة باش تخدمات بنفس كل شي وكتحطيها البياسة ديك انتي او الموديل ديك انتيها علاش ما تبدلي هذيك الزباقة يعني انا كيما قمتلكم انا خديتناها الشونتيون باش نفسر لكم بانه يعني غدين خدمة شوية مختلفة وغادي ندير لها بعض الاضافات انتما غادي تلاحظوا يعني كل هالطريقة مشكلة يخدمها ولكن الاغلبية العظمى انهم كيخدمون غادي بنافس طريقة وهذا ما تهجبنيش منكدبش عليكم اي لك انتي مو بتديئة مزيان اما بالنسبة يعني صناعية او لشي زبون عجباتها مثلا تقولك بيت بحالة ديك بالضبط يعني الاضواق لا تناقش صراحة ولكن انا كيعجبني ان كل سيدة انها تميز بالضوق ديالها الخاص بها يعني خستكون مختلفة بالوجهة ديال وجهة يعني الدوق ديالها وجهة النظرة ديالها يعني يكون تكون متميزة بكل شي ديالها فعلا احنا كسيدات يعني تعجبنا او الضوق او الحاجة اللي كينا عند فلانا كنحاولو نديرو بحالها لانها كتعجبنا ولكن ذاك الاعجاب كنتمنى انه يكون مختلف يعني يكون كما قلت لكم انه يكون بالضوق ديالها خوضي هذه الفكرة او لا خوضي ذاك ذاك الرشيمة ولكن حاولي تبدلها يعني ممكن تقبريها ممكن تقطري فيها ممكن تزيدي لها بزاف يعني كين ميدا او لا تخلطي الالوان او لا المهم غير ما يكونش لميم لانا لحظة هاد الظاهرة صار حاملية تتخرجي للشارع كيتلقي هاد سيدة لابسة هاد سواقات سيدة لابسة كتلقي ستة الغدلية او تاني تتخرجي تتلقيها او تاني نفس او تاني او تاني رشما او تاني او موزع موزع بين الناس يعني كين عند السيدة و سيدة و سيدة ما كنتبش عليكم انا شخصيا ما تيهجميش هكذا انا تيهجبني يعني يكون اختلاف شوية و كيما قلت لكم كل هاو الدق ديالو ادوق لا تناقش الغزالة الديرية كما قد تعرفوا انها الفترة الزمنية انها فترة مهمة بالنسبة للصناعيات لان رمضان ان شاء الله على الابواب و من بعدو العيد و اللي اه غادي تلاحظوا بان اه يعني كين قبول كبير اه على الصناعيات على الحال يعني الحريفيات اه و كيكون الرواج اه كبير و كتير اه على اه الصناعات التقليدية اه في جميع اه يعني في جميع المجالات يعني في جميع الاتجاهات بالنسبة للتنبات او للتطريز او لا يعني لابان تير اه من النادر من النادر انك تلقى يعني الناس اه كيبغوا اه مشي كيبغوا الناس كيمشوا اه يعني السبعة يعني من النادر صراحة انا عندي اه زبائن قلال على حسب الرسم على التوب يعني كيبغوا بزاف اه ترز او للتنبات خاصة اه تنبات هو اللي كيتمشى حاليا يعني اه و خاصة بهذا العقيق يعني كيبغوا اه سيدات يعني الحاجة اللي كتعطي للمعان للموضيل او للبياسة اه انما اه الاجتو تشوفو بان العقيق اللي هو ماط انا كيعجبني صراحة ولكن اه ما اخدمت به واحدة مرة فقط يعني هو تعطي واحدة كيعطي واحدة الجمالية فشكال يعني كيعطي واحدة كيعطي واحدة كيعطي واحدة الهدوء فاش كتشوفي يعني ما ما تيلمعش ما تيحركش العين ما تيحرك يعني تيكون واحدة الهدوء فهذا كتوب بعد كيبين نفصل لكم الفكرة المهم بالنسبة للحاجة اللي ماط دي ما كتكون طبيعية هاتش اللي بين نفصل لكم كتكون طبيعية بينما هاتش اللي كيكون باريق يعني كيخطف العين يعني كيخطف العين وانا كيعجبني الحاجة اللي بماط يعني لمنحية السباغة ولمنحية يعني التنبات ولحتى من نحية يعني الضخيط اللي كتخدمي بهم يعني كتبني الحاجة طبيعية جدا يعني وقليل اللي فهم هاتش دا بكل شي تيبغي الحاجة اللي فيها باريق ونقولو كما كيقولو اذا عمت هانت يعني مليء الاغلب يتيبو يعني ما عندك غير تخدمي وتمشي في ذاك الاتجاه المهم بالنسبة للعيد كيما قلت لكم يعني على الابواب وبنسبة للصناعيات كنتمنى انهم يعني يخدوا الخدامي او يجدوا الخدامي على التساع لان تكون ضغط كبير يعني كتكون يعني كيكون بزاف يعني الزبائن ويعني خصك تخدمي الهادي والهادي والهادي وتتكوني خدامي يعني كتار تيبغوا الوقت فدائما نخدوا الخدامي اللي تقدعوا لهم واللي يكونوا يعني اللي تقدر تتكبنيهم يعني في الوقت المطلوب باش ما تتحشميش مع الزبونات او مع الزبائن مهم بالنسبة للفترة الزمنية كيكون لها ضغط وكنتمنى انك باش تخدمي يعني في جو ما يكونش يعني تكوني مزيرة وكنتكون نفسي ديك يعني عيات وكتمرضي وتتعصبي 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 نتا تخدمي خدمة ماشي هي هذه ما كتعطيش منظر بتيكون فيها نقص كبير وحنا ما بناش نوصل لهاد شي يعني بنالخدم وحنا تخدمي يعني نتيم ترون كيل تخدمي يعني ما يكونش الضغط لانك اللي كيقول الضغط يولد الانفجار دائما خدمي على تساع يكون عندك الوقت الكافي وفي جو هادي حنا تنبغي الجول هادي بالنسبة لي كانت الشخصي على راسي انا كنبغي الجول هادي نخدم فيه لانك نعطي فيه اكتر بالنسبة للرشيمة تقريبا بحالها خدمتها منذ زمان بعيد يعني تقريبا 4-5 سنين باش خدمتني يعني في بدايات دي القناة ديالي خدمتها لكن خدمتها على تكشيطة وعليته بموسلين يعني ذاك الموسلين الغريض تقشيطة كانت في اللون الاسود وكانت بشكل هندسي يعني وخدمت عليها الصباغة وفي نفس الوقت تطريز ذاك التطريز يعني كان كانت وردة منفوخة او لا وردة يعني اللي كانت تلسق او اللي كانت تنبتيها بالخيط وفيها العقيق يعني خدمت فيها شحال من طريقة او خدمت فيها شحام ديكور وهاتش اللي تعجبني يعني تعجبني الواحد انه يبدع في الرشماء ولو تكون بسيطة المهم تكون خاصة بك وبالنسبة اللي بغيت نقول انه بالنسبة الرشماء وهذا العيد يعني يقرب كيكونوا شي رشامي يعني رايجين في الاسواق يعني كتلقية هم هناك تلقية مونا فينا كتلقية في اتماموا يقوموا بها المشيطة يجي العيد كتلقي هاد السيدة اولاد الاخت لابس هاد الموضي عاد زواقه فادلون اخر لابسها فادلون يعني نفس زواقه ولابس هاد السيدة ولابس هاد السيدة ولابس هاد السيدة يعني كيجي شوية ديكور ماشي هو هاداك انا صارح كنظر الله راسي ما تعجبنيش بحال هاكدان يعني كيجبني كل سيدة انها تمييز بالمسألة ديرها يعني بالدوق ديالها يعني تلبس على الدوقات تخطط يعني رجمه وتاخد الفكرة تاخد الالهام ولكن ما تديرش لومين خفاي المين كولور تبدل الوان تبدل كل شي يعني ما تديرش نفسها ندخل حتى لاخدت رجمه تبدلها شوية يعني زيد عليها اضافات مهم كل هاو الدوق دياله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني على الرشمة كان نصحكم أنكم ربما قلتها في بداية الفيديو أنكم يعني تكون الرشمة متقونة جدا مش هي متقونة تكون متقونة جدا باش ما تلقيش المشكل في أنك تبعي لها من بعد إلا بيت نبتع لها أو لابيت ترسميها أو لابيت ترزع لها يعني الرشمة تلعب يعني تقريبا هي 8% للخدمة إلا كانت متقونة ومضبطة وما فيها شبسخ يعني حاولي مأمكان كما قلت لكم تكون مضبطة باش ما تعدبيش باش ما تعدبكش في الخدمة وحاولوا ما تديروش استيرو أنا غالبا كانت دير استيرو وهدي واللفتها عادة خيبة مني يعني حاولوا تديرو القلم الرصاص مهم دبا بالنسبة للألوان ممكن تخدمي بألوان مختلفة مثلا تخدمي بالغوز وتخدمي بالغوز فاتح وشوية غامق عليه وشوية غادي غادي وتكي يكون غامق يعني كتلا بدك تدرج دير الألوان وأنا هدي الخدمة المميزة عن دي اللي كتعجبني وخير ما تلقيش صراحة ما تتلقيش الألوان اللي تبغي يعني ما تتلقيش دوقت دراجات اللي بغيتي هدا هو المشكل اللي كان يخصك تبحتي 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 لعله وعسا تلقي على الأقل جوج قراد أنه كان بغيب على مرة 3-4 قراد ودسا يعني هاد شي كي يعاونك أنك تعطي واحد ديكور يكون مميز ويكون عنيق في المنظر بالنسبة للألوان كي نرقيق اللي كي ما قلت لكم مط كي يكون جميل في المنظر مط يعني قليل اللي تيخدم به الأغلبية كي بغو هدا اللي تيبري وكيأتي هدا العكس يعني الانعكس هو في الواقع فتح لكن مع الإضاءة يعني كيتبدل شوي اللون دياله استخدو أنه توب بغيون وكذلك العقيق كذلك يعني بغيون فكيأتي اللامعان في اللامعان مع الإضاءة يعني كيتبدل كيتبدل له الحقيقي ديال خدمة ديالك لكن في الواقع تيكون مختلف بالسفة وتيكون أجمل بكثير وكيف ما لاحطو هنا يعني دست الاتجاه المعاكس وغادي نخدمو بنفس طريقة حتى نكمل الرشمة ديالي فكيف ما لاحطو يعني الرشمة ساهلة ويعني في المتناول ديال أي وحدة ولو كنت مفتدئة يعني غادي تجيك ساهلة ومن الأحسن أنكم تاخدو العقيق اللي تيكون يعني بالحجم يعني كيكون متناسق في مبينتهم يعني تتكون العقيقا مشابهة الأخرى لأنه النوع الرخيص تيكون شوية يعني وحدة كبيرة وحدة صغيرة وحدة غليظة وحدة رقيقة فتي يعني صعيب باش تخدمي بحلها كده الأشكال الهندسية يعني ممكن تخدمي مثلا جوج فاتجاو ومثلا حدها يعني أغسي تزيدي ثلاثة لأن العقيقات مقدينش كيما قلت لكم يعني كتبقي مفاتناء محاربة مع أنك تقدي أغسي العقيق على الرشما فما الأفضل من الأحسان تخدي من اللوبل تخدي الله ما زيدي شوية الفلوس وخدي عقيق يعني ماركة شي حاجة مزيانة ولي ما تتكشفش وهذا أهم يعني كينا معظمارات تتخي كينا الناس بزاف يناس بزاف خدموا للناس خدموا لهم يعني جلال خدموا لهم يعني تقاشط وقفات مهم أي موضي خدموا وتي خدموا بالعقيق يكملوا بالرشام يعني اللي تتكون الخدمة عامرة صدروا عامرة مو يبيسها عامرة أو من بعد من اللي كتصبن كل شي كيمشي يعني كل شي تيكشف هذا كله تيكشف يعني كالل العقيق اللي يعني من اللول أناش كن ناخد منه ناخد العقيق تنحكو بين يديا كده وتنشوف منتما تيخلي الصباغة في ليد كيني يعني منتما أنا كن مجرب العقيق صراحة إلا كان العقيق عادي كان ناخده تنحكو في الكف ديالي بصبعية كده تنحكو مزيان وكان نشوف إلا تلق صباغة رأعرفوا بأنه رأي ما صالح وإلا ما تلقش هذا كوال يعني كالل يتم زيانة ولو أنه ديال العبار لأنه أحيانا كان ناخده الباكية أحيانا العبار وهي غادي أخواتي العزازات اللي متباقي متبعيني في هات الفيديو اللي هو طويل شوية كانتمنى لكم حياة إن شاء الله سعيدة وصحة جيدة وإن شاء الله ليصر لأمور الجميع وكانتمنى أنكم دائما أتبقى يعني أوفيا القناة وعندي قناة ثانية اللي هي اسمتها فلورا سعاد فلورا وغاد نخلي لكم الرابط يعني أسفل الفيديو يعني باش ندخلوا لها وكذلك نحط فيها أحيانا يعني يعني خليتها شوية يعني مخلطة ما بغيش ندير بحالة يعني 90% ولا 95% يعني ديال الصنعة الأخرى غاد نخلط فيها يعني نبدله شوية المهم بالنسبة لك القناة كما قلت لكم الرابط دياله غاد يكون أسفل الفيديو وكنتمنى تدخلوا لها ويعني وتشاركوني فيها يعني بالاشتراكات ديالكم والتعليقات على الأقل بالاشتراكات ديالكم وتفعلوا الجرس ضروري تفعلوا الجرس لهذا هو أهم شي باش يعني يوصلكم أي فيديو وحتى يطيطوه وكنتمنى الدعم منكم إن شاء الله ويكون خير المهم بالنسبة لديك القناة يعني 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 كنخدم عليها يعني كاحتياط يعني يعني إش نقول لكم صوبتها كاحتياط لأنه أحيانا توقع مشاكل في القنوات كان القنوات اللي تيبشوا لهم كل ما تتعرفش السبب شام حضا ما عرفش السبب مشتلي على القناة لأن كان الناس إلى معجباتهاش أو معجباتهاش معجباته القناة تيدروا لها السينيال كيجي هذا كيجي السينيال السينيال يملك كيكتر السينيال على القناة اليوتيوب تيحيد لك يعني تيشوف أشن السبب ومن بعد تيحيد لك القناة لذلك كانتمنى أن أنكم توقفوا معنا إحنا خاصة لما تنبينوش يعني لما تنبينوش يعني يعني تيبينو غير اللي تيخدمو وإحنا الفكرة اللي بغيين بحل دقب ديكور أو العجبات هم ديك جلبة أو لا كانوا مبتدئين فحنا هدول هدف دينا الأكبر لذلك كانتمنى أنكم تشجعونا ويعني اتخذوا بدينا والفضل دي الله طبعا وبفضلكم يعني القنوات بحل ما هدو إن شاء الله يعني كيبقوا مستمرين وغادي بما يرضي الله بالنسبة لهذا الرسماء هي كتبان عادية وكتبان صغيرة وكتبان يعني سهلة ولكن كتاخذ الوقت لهذا قلت لكم أنكم خذوا الخدمة لقدكم يعني ما تاخذوش خدمة كتيرة وفي الآخر يعني توقعي في المشكل يعني وما تلبيش الرغبة دي الزبائن يعني كتخلقي المشاكل يعني خذي الخدمة اللي تناسبك ولي تقدع لها باش ما تتخلقي المشاكل للراس كل الآخرين بالنسبة بالنسبة للرشما فعلا كتاخذ الوقت لأن علاش كتبغي يعني لأن الشكل الهندسي كتبغي للرشما يعني ما تخرجيش من هذا الإطار دي الرشما كنت منا أنا نوصل للفكرة يعني الرشما ستكون مضبوطة كما قلت لكم مرارا وتكرارا تكون مرسومة رسما جيدا يعني باش مات يعني ما يكون خلال فذي كالرشما يعني لأن كيكون فيها غالبا تكون تكون كيكون تقابل أو لكيكون يعني مني كتكون مضبرة في الاتجاع الآخر يعني كيكون ضروري سيكون التوازن بيناتهم وهذا شيء مهم بالنسبة للأشكال الهندسية فكما غدي تلاحظ أو كتلاحظ أن أنا خدمت في لون واحد اللي هو وردي وكتفيت به صراحة قد قلت بأن أنا غادي مثلا هاد هاد الجهة الآن اللي كان خدم قلت ندير ها بلون ضروري ولكن ما عافش كيف هاد يجي ربما فحب يعني حبيت أن نخدم بلون واحد من الأفضل ممكن هادي كتكون تجربة أخرى إن شاء الله مهم كان نتمنى أن الفكرة تعجبكم وكذلك طريقة الخدمة وبالنسبة لك أختي لك أنت مبتدئة نصحك أن تخدمي بشوية عليك وحدة وحدة وما تزربيش لأن اللي بغاها كلها تخليها كلها يعني بشوية عليك اللهم شوية ومتقون أكتر أو أحسن من أن تكون خدمة كثيرة وكملت وفي الآخر تكون العقيقة لا تزير مزيان لا تكون مزيان يعني يكون خلال في الخدمة وهذا شي يعني غي شكل عائق هنا القدام أن تبقى خدام على هذه الطريقة فكتبقى من الأول الخدمة ناقصة وهذا شي ما بغناش نوصل عليه يعني يبقى بشوية عليك وخدمي مزيان إن شاء الله توصل للي بغايت الفيديو جا شوية طويل لأنه ما بغيتش نسرعه لأن نسرعته تقريبا خمسة دقيق ما قسم عشر دقيق لقد ندير فيه ولكن كي همنا أولا وآخرا كي همنا المبتدئات يعني بش يخدوا الفكرة مزيان ويعرفوا التفاصيل اللي كتهمهم يعني بالنسبة لهم هما كي همهم يعني كينش مسائل أنا ما كنت بش اللي هو لكن هما كينجو كي قل يعني علش درتي كده ولا علش ما تديري كده ممكن أش ندرتي تحت هذه الحاجة يعني كيلحظوا وكيلحظوا مزيان لأن هم بغاو يفهموا وبغاو يتعلموا ما بالنسبة للي يعني غير كمشاهد يعني عادي يعني كيت تهموا الفكرة وصفية يعني يشكل وكده يعني كيدو وز يعني الفيديو ضياء أما بالنسبة كيما قلت لكم صناعيات بحال إلا كانت مبتديئة كيهمها تفاصيل مفصلة ديل الفيديو يعني من لول حتى الأخير يعني كيف حتى ترجمة طريقة بش ترجمة ها يعني توب كيف شدير خدمة كيف دائرة سلعة كذلك يعني بتعرف كل شي حتى الأفكار اللي كتقول ي في ذاك الفيديو يعني كيهمها يعني كتأخذ كل شي دقة بش تفهم وبش تطبق و يعني تدير بحال إلا كانت يعني من المتطبعات ديك ويعني كان كيهمها أو يعجبها يعني الأعمال اللي كتحطين المهم من نسبة الخديمة قربنا نكملوها ومن بعد غلي تشوفوا الإضافة الإضافة البسيطة ليدر إضافة إن شاء الله تعجبكم المهم قربنا على النهاية كانت منا دائما الأفكار ديالي إلا الإعجاب ديالكم وكانت منا دائما نكون خفيفة عليكم بالنسبة يعني كينا الفيديو اللي جاي إن شاء الله هدي يكون قفطان صابتوا الواحد المناسبة وإن شاء الله هدي نحط لكم عن مقارب فقط انتظروني وغير كل جديد إن شاء الله كيف ما كتعرفوا يعني كيما كتلكم العيد يعني قرب فالواحد يعني كيزيد كيخدم كيزيد كيبدع وإن شاء الله يكون جديد وتكون يعني أفكار جديدة إن شاء الله فقط كنتمنى أنكم يعني نزيد يعني في المشاركة ديركم معنا وتبعونا وتنتظرونا وإن شاء الله يكون خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكيف ما لاحظوا أنني خدمت بلون واحد فقط في الأخير يعني ممكن تكون أعمال أخرى مقبلة بنفس الزواقة لكن يكون الألوان مختلفة يعني تكون الألوان مختلفة متنوع ويكون كذلك النوع دي العقيق يكون مختلف إن شاء الله بعد ما كملت الطريقة اللي خدمت بيعة في الأول غادي ندوز الطريقة التانية اللي غادي تكون بحجيرات على هالشكل وغادي يكون بنفس اللون دي العقيق كما قلت لكم هاد الإضافة اللي ممكن تغير شكل دي الزواقة يعني إلى الأحسن ممكن تخليها إلى طبيعتها يعني كلها وكيف هاد يشوف نظرة دي هاد الزواقة بالنسبة للحجيرات ممكن تلصقيهم في البداية باش يجي خدمة سهلة ومن بعد كتنبتهم بالخيط والإبرة اللي مهمة جدا ما شيد تقولي على الصق فقط يعني يكفي لكن ضروري الخيط والإبرة هي أهم شي ل يعني باش تبتيل خدمة ديارك الغزالة الغزالة ديالين ميمرشمة هي هادي اللي كتشوف قدمكم أنني كملتها بهذا الحجير للحجم ديالها كبير ومن نفس اللون غير فقط الإضاءة يعني فتحت لها اللون نفت ديال كذلك لون وردي تقريبا الرشمة كلها بلون واحد كانت من تعجبكم وممكن تحطوها بالعرض أو لبطول حسب الحجم ديال الرشمة اللي بغيتو المهم كانت من زواق تعجبكم والفكرة كذلك وإن شاء الله كان جديد وكانت من التوفيق الجميع والخير الجميع إن شاء الله ودمتم في رعاية الله إلى فيديو جديد إن شاء الله وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر